أيضاً من خلال التصفح الخفي راح تحصل على نتائج بحث منطقية من دون تحيز لأن من المعروف أنه جوجل باستخدام الذكاء الاصطناعي يتحيز للنتائج اللي تطلبها حسب رغباتك وهواياتك وغيرهم من العوامل بينما باستخدام التصفح الخفي راح يتعاملوا يأكب حيادية لأن ما راح يعرف أنت منه بالضبط وبالحالة راح تحصل على نتائج مضبوطة من دون تدعب يمكن فتح أكثر من حساب لنفس المنصة بآن واحد مثلاً حسابين فيسبوك حسابين جوجل حسابين انستجرام وهكذا يعني إذا أجيت على فيسبوك وأجريت تسجيل دفول تقدر تفتح فيسبوك ثاني من خلال التبويب آخر واتدخل اليوزر نيم والباسور بآن واحد ورح ينفتح عندك الحسابين بآن واحد وممكن طبعاً تفتح أكثر من حسابين ثلاثة وأربعة تلو يوصل لعشر حسابات باستخدام التصفح الخفي راح تتخلص من الإعلانات على يوتيوب وجميع المواقع الأخرى وأيضاً راح تتخلص من الاقتراحات يعني راح أشوف فيديوهات عامة بدون ما يفتح لك يوتيوب فيديوهات على حسب نمط مشاهدتك طبعاً إذا نجي هنا إلى هذا الخيار أو هذا اللينك ويفتح عندنا شرح على التصفح الخفي طبعاً إذا نجي قنانا آلية العمل طبعاً هنا يبين أنه لا يتم حفظ سجل التصفح أو ملفات الارتباط اللي هي الكوكيز وبيانات الموقع والمعلومات اللي يتم إدخالها بالفورن يعني ما راح يحفظ عندك الكلمات اللي موجودة كلمات المرور أو الإيميالات وما شابه ذلك طبعاً نانيبولد لن تتمكن تلك المواقع من التعرف عليك طالما أنك لم تسجل الدخول أيضاً لن يتم تسجيلك تلقائياً يعني ما قعد لا سجين ولا كوكيز لأنه هذين الخاصيتين هذين اللي يحفظون البيانات هنا طبعاً يقول قد تتمكن المؤسسة التعليمية أو مزود خدمة الإنترنت أو أي برنامج تتبع يديره الوالدين يعني إذا أنت عندك بالمتصفح من فعل خاصية إدارة الوالدين مثلاً تقدر تتمكن من معرفة أبنائك على أي مواقع يدخلون نفس الوقت أنه مزود الخدمة الرئيسي اللي هو طبعاً وزارة الاتصالات الحكومية باستطاعتها أن تعرف أنت بأي موقع دخلت ومن أي مكان